لأي الروايتين يميل المنطق قل للرواية الإسرائيلية بأن هذه هجمات استباقية أم أنها ردا على هجمات حزب الله تحياتي لك ولجميع المشاهدين الحقيقة يجب أن نوضح نقطة مهمة جدا في موضوع العملية الاستباقية عندما نقول عن عملية استباقية في المفهوم العسكري هذا يعني أن تقوم قبل بدء الحرب قبل بدء المعركة ينفذ الجيش عملية استباقية يقصف فيها تحشدات العدو ومراكز قواته كي يمنعه من القيام بأي عمل عسكري يعني إذا تحدثنا عن العملية الاستباقية التي قامت بها إسرائيل في عام 67 ضد المطارات في مصر وفي سوريا هذه كانت عملية استباقية نعم نجحت فيها في استهداف المطارات وسلاح الجو المصري وسلاح الجو السوري قبل أن تبدأ الحرب أما الآن الحرب مشتعلة الكل في جهوزية تامة لا يمكن الحديث يعني هذه ليست عملية استباقية أكثر من ذلك يعني حزب الله أو المقاومة لا يملكون قواعد عسكرية ظاهرة تستطيع إسرائيل أن تستهدفها كي تقول نفذت عملية استباقية إسرائيل قامت بعمل تصعيدي إعلامي له ضجيج إعلامي أكثر مما له مفعول عسكري في الحقيقة لم يمنع رد حزب الله رغم أنه سبق رد حزب الله لكن بعد هذه الهجمات الإسرائيلية نجح حزب الله في توجيه رشقات صاروخية كبيرة تم من خلالها مشاغلت القبة الحديدية أفشلت القبة الحديدية في اعتراض المسيرات التي هي كانت يعني الهدف الأساسي كان الهدف أن تذهب المسيرات وصصل إلى الهدف الاستراتيجي الذي تحدث عنه حزب الله وتحدث عنه الإعلام الإسرائيلي نجحت المسيرات في اختراق الأجواء الإسرائيلية والوصول إلى أهدافها وأعتقد حزب الله سيظهر مساء اليوم بالصورة والصوت كيف تم استهداف الأهداف الإسرائيلية وكيف نجحت مسيرات حزب الله في الوصول إلى العمق الإسرائيلي وهم يتحدثون الآن عن إصابات في حيفا. عن إصابة سفينة حربية. هناك من يقول أنه تم استهداف مركز المخابرات الإسرائيلي شمال تل أبيب. سيتضح الأمر في الساعات المقبلة. لكن بكل تأكيد من الواضح أن حزب الله نجح في الوصول إلى الهدف الذي كان محدداً للمسيارات. ورواية الإسرائيلية عن إطلاق 6 ألاف صاروخ. وعزم حزب الله عن إطلاق 6 ألاف صاروخ. أولاً في الحقيقة لا يملك حزب الله. وحتى أي جيش في العالم من الصعب أن يملك هذه القدرة الصاروخية الكبيرة. هذا يحتاج إلى أكثر من 100 منصة إطلاق صواريخ. 120 أو 150 منصة إطلاق صواريخ تنتشر على الحدود وتطلق النيران. هذا أمر من الصعب أن تقوم به المقاومة. هذا كلام مجرد كلام غير دقيق. لا يستند إلى أي معطيات عسكرية. حزب الله ما كان يريد أن يفعله. أعتقد فعله. وكان المقصود فقط مشاغلة القبة الحديدية. القبة الحديدية تستطيع أن المنصة الواحدة فيها 20 صاروخ. أي أنها تتصدى لـ 20 هدف. وهي أصلاً لا تصيب لـ 20 هدف. كل منصة تستطيع أن تسقط بحد أقصى 7 إلى 8 أهداف. إذن كان كافي العدد من الصواريخ الذي أطلقه. كان كافياً وأكثر من ذلك. كي يشغل القبة الحديدية. وكي يسمح ويفتح الطريق أمام المسيرات لتصل إلى أهدافها. الرواية الإسرائيلية لا تستند إلى أي معطيات عسكرية. ولا يقبلها أي عقل عسكري. ولا أي محلل عسكري. يمكن أن يصدق ما يقوله الإسرائيلي. طيب. الخلافات أيضاً داخل الحكومة الإسرائيلية وحزب أليكود حول آلية الرد وحجم الضربة الإسرائيلية الاستباقية. بأي شيء تفسرها؟ أعتقد أن حزب الله قال أن الموضوع انتهى بالنسبة له اليوم. وهذا طبعاً يستند إلى أمرين. يستند إلى أولاً نتائج الحقيقية التي حققتها الضربة. لأن حزب الله يريد وأراد توجيه ضربة حقيقية مؤلمة. كي تكون رداً حقيقياً على اغتيال القائد فؤاد شكر في حزب الله. أما الموضوع الإسرائيلي. الخلافات كبيرة منذ مدة طويلة بين القيادة السياسية والقيادة الأمنية. ليس فقط مع الجيش. صحيح. هناك خلاف بين حكومة نتنياهو مع جالينت. مع رئيس الأركان. مع رئيس الموساد. مع رئيس الشبك. كل القادة الأمنيين في مكان آخر. هم يعلمون أن أي حرب واسعة. حزب الله سيتمكن من الحق أذرار كبيرة بالبنى التحتية الإسرائيلية. بالمستوطنات إسرائيل. سمعت ما يقوله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. هذا الكيان الإرهابي الذي أصبح قادته مطلوبين للعدالة الدولية. هناك مذكرات ستصدر قريبا بحقهم. كل هذه الجرائم التي يرتكبونها. ثم يقولون أن حزب الله والمقاومة هم الإرهابيون. الإرهابي هو الإسرائيلي في الحقيقة. وهو بعد كل هذا الفشل والإخفاق الذي مني به أكان في غزة أو على جبهة لبنان. يحاول الحفاظ على ماء الوجه. يحاول أن يكسب المعركة إعلاميا ونفسيا. لكن هذا الأمر مستحيل. بعد الوقائع تثبت نفسها. الميدان يثبت نفسه. ما يحدث على أرض الواقع يثبت نفسه. ما قاله رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية. عفواً رئيس شعبة العمليات. إسرائيل زخند. قال بشكل واضح إسرائيل عالقة في وحل غزة. إسرائيل تتخبط في وضعها. كتب أيضاً ديمتري شومسكي في هاء ريتس. قال من ينقذ إسرائيل من نتنياهو. نتنياهو يعني يقوذ إسرائيل. نتنياهو المتهم بالفساد. لا يريد الصفقة. يريد فقط أن يستمر في الحكم. يريد أن تستمر هذه الحرب بأي ثمن. هذه هي الواقع الحقيقي. والجيش الإسرائيلي يعلم ويدرك جيداً. هو قال أنه يريد منذ مدة. قال أنه يحتاج إلى ثلاثة أشهر كي يتمكن وينجح في مواجهة مسيرات وصواريخ حزب الله. لكن اليوم يثبت بشكل قاطع أنه لا يستطيع حماية الأجوال الإسرائيلية. لا يستطيع حماية الأهداف الإسرائيلية. وأيضاً ما قاله عضو المجلس الإقليمي لمستوطنات الشمال أوري كلينر. قال بشكل واضح أنه لا يوجد مكان آمن. الصواريخ تتساقط في كل مكان. هناك حالة هلع كبيرة بين المستوطنين. حزب الله أكد اليوم أنه استهدف أحد عشر قاعدة عسكرية. أي أنه لا يريد استهداف المدنيين. وقال بشكل واضح إذا قامت إسرائيل باستهداف المدنيين في لبنان. عندها سيرد هو بشكل قاطع وحاسم على المدنيين الإسرائيليين المدني مقابل المدني. لكن حزب الله لا يريد أن تتوسع هذه الحرب. هو يريد الاحتفاظ بالسقف الذي وضع لهذه الحرب. وأن تبقى الاستهدافات ضمن الأهداف العسكرية.